حسنا رحمة الله ورحمة الله وبركاته اليوم نبدأ شابتر 4 لكتشار 4 1 شوفوا فيه الانتروديكشن و السنتر في البراقتي هنا هنفترض انو عندي بدي زي هذا البي الموجود عندي هنا هنقسمو الى مجموعة يتكوى من عدة بارتكل هادي تكون هذا البي يقول لك انو هذا البي الارض تؤثر عليه بقوة الجاذبية على كل عنصر من هذه العناصر تأثر عليه لحال في مجموعة هذه القوى ممكن نستعيد عنه بSingle equivalent force تساوي H تساوي الweight اللي هو الوزن المعروف عندنا يسميه دائماً W كله W تأثر مثلاً لكن W هذا يتأثر وين؟ تؤثر عند نقطة مركز الثقل Center of gravity ويفترض أنه عند هذه النقطة نحن نستخدم Center of gravity مركز الثقل لكن لما تكون عندنا المساحات نستخدم العبارة اللي هي Centroid Centroid هذا نستخدم له First moment علشان نحدده اللي بدنا نفترض أنه عندنا Flat Plate Flat Horizontal Plate ونقسمها إلى N small element يعني نقسمها إلى N عنصر صغيرة كل واحد من هذه العناصر تأثر عليه الأرض تأثر عليه بقوة نرمز الهبي مثلاً Delta W1 Delta W2 حتى N الماغنطود W هذه كيف نوجدها الويت اللي هو الوزن كيف نوجده عن طريق جمع كل هذه العناصر لو جمعناها نحصل اللي هو الويت تبع هذه البلايت الموجودة عندي الآن نحن قلنا أنه الويت أنه وين يأثر يأثر عند مركز الثقل عندي X bar و Y bar هذا اللي هي حداذيات مركز الثقل X bar اللي هو حداذي على ال X وال Y bar حداذي على ال Y X axis حلونا نجيب اللي هو المومنت تبع ال W أولا حوالين ال Y قداش يبعد عن ال Y يبعد عنه إيش X bar إذن X bar W نحن قلنا ما شو إنا البلايت هذه قسمناها إلى إيش إلى N عنصر فكل واحد من هذه العناصر يبعد مسافة مثلا X واحد و X اثنين بنسبة لهذا الثاني فهن نأخذ المومنت تبع كل واحد منهم و نجمعهم كلهم طبعا عن طريق بما أنه عندنا هنا من واحد إلى N delta W 1 delta W N نقول يسار sum X delta W نفس الشيء لو أخذ من المومنت حوالين X هنا نأخذ Y bar مضربة V W و أعطينا هذه المعدلة لما نكون نستخدم Wire Silk سنستخدم نفس المعدلات لا تتعير هذه المعدلات لكن نحن نضال V plane X Y نفس المعدلات التي سوفنا شوي لكن في ملاحظة هنا أنه المركز الثقل هنا لا يوجد على لاحظ هنا هل يوجد على السلك الموجود هنا مركز الثقل لا يساوي موجود برا نفترض أنه عندنا موجود نص بلايت هذه بلايت متجانسة و لها سماك ثابتة نسميها T طب نحن قلنا نقسمناها إلى أن نعصر كل واحد من هذه العناصر كيف نجيب له اللي هي delta W ناخد اللي هو specific و تبعه و سنشوف بعد شوية السماكة تبعه وهذه delta A هي المساحة بعد هذا العناصر لكن عندما نتكلم عن entire plate عن plate الكلية فالساعة يكون W gamma T A هي total area plate مساحة كلية بعدين هنا نستخدم بنسبة الwire سنأخذ wire هنا يكون homogenous متجانس لاحظة لن نجي نعمل هنا قطع سيكون عندنا مثلا دائرة هنا المقطع تبع هذا السلك المساحة تبعه هي A gamma وهي specific weight وال delta L وهي طول هذا السلك أو طول العناصر العناصر اللي انت أخذته من هذا السلك الـ gamma اللي شفنا من شوي تساوي الـ raw اللي هي density mass per unit folium مضربة في الجيل اللي هي 9.81 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته